سات الرئيس النهاردة انبارح بالليل وتكلمنا لكن مهم انه نعيد التذكرة نعيد التذكرة بكلام الرئيس عن كان القى كلمة مصر بالامس امام الجامعية العامة للامم المتحدة الرئيس اتكلم عن السد الاسيوبي طبعا والسد تأثيره على مصر والسودان ازاي وانه احنا ليه رحنا لمجلس الامن والمجتمع الدولي وانه اي شيء ممكن يهدد الامن والسلم الدوليين وانه هناك تعنت واضح طبعا معروف من اسيوبيا وانه فيه اجراءات احدية معروف من اسيوبيا الرئيسنا بتكلم مبارح امام الجامعية العامة كان الساعة عشرة بتوقيت القاهرة كان الساعة اربعة بتوقيت نيويورك كلمة كانت واضحة وكمان الرئيس بيخاطم المجتمع الدولي زعماء ورؤساء العالم كله كان طبعا موجود اللي موجود في القاعة واللي موجود بيتاب يعني كان مهم ايضا تكون رسالة مصر مرة اخرى مش مرة اخرى ست الرئيس من 2014 في كل اجتماع للجامعية العامة الامتحدة او اجتماعات على هامش اجتماعات الجامعية العامة يتحدث عن السد ست الرئيس امبارح بيؤكد مرة تانية نشوف ماذا قال الرئيس امبارح فيما يتعلق بيئة السد الاسيوبيا والمخاطر واذا انه علينا ان احنا نذهب للاتفاق القانوني الملزم وإلا هيبقى فيه مشاكل قد تحدث ست الرئيس قال جمل واضحة ومحددة امبارح كمان مرة ثانية امام دول العالم نشوف مفاوضات الدائرة في مراحيها المتعاقبة واختيار للمنهج الاحادي وسياسة فرض الامر الواقع مما بات ينزل بتهديد واسع لامن واستقرار المنطقة باكملها وتداركا لعالم تدور الامر الى تحديد للسلم والامن الدوليين لجأت مصر لمجلس الامن للاطلاع بمسؤوليته في هذا الملف ودعمه تعزيز جهود الوساطة الافريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الامم المتحدة والدول الصديقة ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في اسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرة شعبي البلدي مسردنا في ذلك ليس فقط إلا قيم الإنصاف والمنطقة ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في أحوال الأنهار الدولية شات الرئيس بيوضح أنه نهر النيل هو شريان الحياة الوحيد أو شريان وجود مصر هنا في كلام جديد شريان وجود مصر الوحيد وده اللي بيفصر القلق العارم الذي للشعب المصري طبعا والسوداني أكد الرئيس مرة تانية أنه بيقول للمجتمع الدولي أنتوا عارفين ما قالت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وأسيوبيا والسودان بسبب تعنت معلوم تعنت معلوم معروف التعنت المعلوم من مين الرئيس ذكر أيضا أنه فيه رفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية هنا هو يتحدث أيضا عن الموقف الإسيوب وبيوضح مرة تانية أمام المجتمع الدولي هناك رفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة هناك اختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع ما بات خلي بالك من اللي جاي ما بات ينزر بتهديد واسع لأمن واستقار المنطقة الرئيس هنا بيقول للمجتمع الدولي بيتكررها مرة أخرى للمجتمع الدولي أنه فرض الأمر الواقع بات ينزر بتهديد هنا بيقول للمجتمع الدولي خليوا بالك الإجراءات الوحدية اللي بتتعمل وفرض الأمر الواقع اللي بيتعمل بات ينزر بتهديد إنه لازم كلام الرئيس بدقة عشان محدش يقضو فيه لا هو الكلام واضح وبدقة أمام المجتمع الدولي بات ينزر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة كان سيدة الرئيس بيقول لمجتمع الدولي خلوا بالكم سيدة سيدة الأمر الواقع اللحظة دي ممكن تهدد ومش أي تهديد تهديد واسع فرئيس مصر النهضة بيتكلم يخاطر مجتمع الدولي بهذه الكلمة المهمة والرسائل المهمة والقوية تخلوا بالكم من اللي بيحصل من جانب أسيوبيا والرئيس بيقول لهم ايه تاني تداروكا وكنوا معنا كمان دكتور عبار شراقي دلوقتي حالا تداروكا تحذير تاني هو وبقول لهم خلوا بالكم تداروكا لعدم تطور الأمر تداروكا لعدم تطور الأمر اللي هو ايه ينزر بتهديد واسع تداروكا لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للطلاع بمسؤولياته لجأت مصر لمجلس الأمن لدعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل المراقبين من الأم المتحدة والتحدي الربي طبعا لا تزال مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول مال وتشغيل السد الاتفاق الشامل الرئيس بيقول لهم الاتفاق الشامل أهميته ايه أهمية الاتفاق الشامل احنا بندور عليه و بنسع عليه الاتفاق الشامل المتوازن والملزم يحافظ على وجود مية وخمسين مليون مواطن مصري وسوداني الحاجة التانية المهمة اللي الرئيس بيقول لهم عليها المجتمع الدولي الاتفاق الشامل المتوازن والملزم يتلافى الحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبية البلدين نستند مصر إلى قيم الإنصاف والمنطق وأرضية قانونية دولية صلبة أو صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية